اشتركوا في القناة هتلاقي صياد عارف امتى يصطاد وفين يصطاد وازاي يصطاد لان اكل عيشه من الصيد قالونا زمان في الامثال ان الصيد بيعلم الصبر ولو صبرنا ايرات اكيد صبر الصيادين فددين في قصة اصحاب السبت كان حلاليهم الصيد 6 ايام اما في اليوم السابع اللي هو يوم السبت كان الصيد محرم والعمل محرم ما تيجوا نبدل الكراسي نكون مكان الصيادين ونشوف ايه اللي ممكن يحصل لنا هنسحى الصبح بادري قبل الفجر وناخد المراكب والشبك ونطلع لأحمعك البحر وننمي الشبك ونستنى رزق ربنا ما فيش رزق بيتكرر الكلام ده 6 ايام الاولاد في البيت بيعيطوا من الجوع البيت ما فيوش اكل تقريبا وفي يوم السبت اليوم اللي محرم فيه الصيد يأتي السمك شرعا ظاهر على سطح المية لكن ما نقدرش نصطاده لان حرام الصيد يوم السبت انت كصياد ازاي هتتصرف في الوضع ده ممكن تصبر شوية اسبوع او اسابيع لكن الحاجة ما بترحمش ولازم تكفي البيت الولاد بيعيطوا من الجوع طب ممكن تعمليه بكل تأكيد هتكون واحد من ثلاث فئات في القرية اول فئة اصحاب السبت مقدرش يصبر على الحاجة الشديدة واضطر ان هو يمكر ويحتال فوضع السمك في الشبك وكان يأخذه يوم الاحد تاني فئة المؤمنون اللي صبروا وكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتالت فئة حزب الكنبة لم يقوموا بالصيد يوم السبت وفي نفس الوقت لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر بكل تأكيد اصحاب السبت مخطئون خلف الشريع واصطادوا بالاحتيال والمكر لكن اصحاب السبت بدل من التوبة الى الله عز وجل والاستماع الى المؤمنين حينما امروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر تمادوا وهنا كانت الطامة الكبرى وعقوبة المسخ كانت عبرة وعظة وزكر شديد وانكال وقيود لكل الامم ان يتخذوا نفس المنهاج ويخالفوا الشريع بالمكر والاحتيال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين فجعلنا هذه القرية عبرة لما بين يديها وما خلفها من القرى وجعلنا هذه العقوبة اللي هي عقوبة المسخ زجرا شديدا لكل معتدي محتال مكار مخادع وجعلنا هذه الامة المنسوخة امة اصحاب السبت عبرة لما بين يديها من الامم المعاصرة وما خلفها من الامم اللاحقة وموعظة نافعة وتذكرة عظيمة للمؤمنين الصالحين ليعلموا انهم على الحق المبين والصراط المستقيم فيثبتوا عليه وفي الاية الكريمة تخصيص بعد عموم وده يرجع لان المتقين احرص ما يكونوا على الموعظة النافعة دون سواهم ولا ينتفع بالموعظ سوى المؤمنين فتقوى الله يزاد لكل مؤمن وسبيل لكل خير اللهم اجعلنا من المتقين قصة اصحاب السبت ومخلفتهم للشريع بالتحايل بتتكرر كل يوم وحديكم على كده امثلة هتلاقي من المسلمين للأسف في شهر رمضان من لا يصوم وهو ليس له عذر فماذا يفعل؟ يركب سيارته ويسير مسافة طويلة تسمح له بالافطار كمسافر وهو يسافر للتحايل على الشريعة وحتلاقي للأسف شديد ناس غناهم فاحش واكيد عندهم نصاب للزكاة وعلشان يتحايل على الشريعة ولا يكون باداء الزكاة يشتر ارض عقارية او يهب النقود لاحد ابنائه ثم يستردوها مرة اخرى والخلاصة ان التحايل على الشريعة ما هو الا الباس الحق بالباطل وتحليل الحرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في اخر هذه الامة خصف ومسخ وقذف قيل يا رسول الله اناهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا ظهر الخبث صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا اشتركوا في القناة